اشتركوا في القناة ممكن يكون في موقع لعائلة يلتقون فيه يوميا حتى لو كانوا في أنحاء متفرقة من العالم نعم فيدخلون ويكتب بعض لبعض أخبار وأشياء ومناسبة يعني هذه ولد لها هذا ولد كذا انتقى للمكان الفلاني هذا صار في الموقع الفلاني في مواقع للأسر موجودة في مواقع القبائل موجودة في مواقع الفيسبوك التي فيها سهولة التواصل يعني التواصل الاجتماعي وضع الأخبار قراءة الأخبار تعليق بعضهم على بعض متابعة بعضهم لبعض تعارف بعضهم على بعض قد لا يعرف بعضهم بعضا ممكن تستثمر لكن ترى أنا أصيب شيء مهم جدا وهو عدم إغفال الجانب المباشر في الاتصال يعني من زار أخا له في الله يعني يمشي إليه يا أخي لأن هذه الخطوات التي تمشي ما رح تصيل في الفيسبوك المصافحة التي تحت بها الخطايا ما رح تصيل في الفيسبوك يعني المشكلة الآن الناس بعصر الإلكترونيات فقدوا حيوية وحرارة التواصل فالآن الزيارة في الفيسبوك والتهادي في فيسبوك والسؤال في فيسبوك طيب كل شيء إلكتروني حتى الألعاب يا رجل صارت الآن الأولاد يقول بدل ما أروح ألعب في الشارع مع أولاد هذا يعني أو الملعب يقول أنا ألعب الآن في برشلونة وريال مدريد بنفيكا منشستر يونايتد وأنا الآن ألعب على مستويات في السوني ستيشن يا من حلال أنت في السوني ستيشن يعني أنت ما لعبت حقيقة أنت توهم نفسك هذا إذا كان هذا هو اللعب المفيد للبدن ما سويت شيء أن تجري أنت برجليك أن تعدو بجسدك أن تحرك عضلاتك أن ترفع بيديك أن المشكلة الآن يريد أن يعملوا كل شيء إلكترونيا يا أخي أنت صح يعني هذه يكون لها نسبة وقدر خصوصا مع الناس اللي واحد ما يستطيع إذا بليهم فليتواصل معهم لكن مو كل شيء حيث خلاص نفقد الزيارة في الله والأخوة في الله حتى صنة الرحمة صارت كلها رسائل يعني أشياء فإذا ينبغي أن تكون بقدر أن تكون بما يناسب الحال والشيء اللي يمكن تعمله بنفسك لا تترك الأجر فيه يفوت اذهب أنت بنفسك ورجليك جميل الشيخ محمد يعني الدعوة لله لا تقتصر على أناس معينة وإنما هي لكل الناس يعني قد يكون طالب في المرحلة الابتدائية في المرحلة المتوسطة يعني قد يسهم في الدعوة للعز وجل مثلا من خلال دعوة زملائي من خلال حثهم على خصوصا في فترة الصيف هناك من الأنشطة الدعوية الكثيرة النوادي الصيفية غير ذلك كوني أدعو زملائي للمشاركة في مثل هذه الأمور هل أيضا يعد هذا من الدعوة إلى الله لا شكل في ذلك والطالب قد يكون يعني صحيح المدرسة الآن انتهت لكن ما زال فيه تواصل يعني على الأقل تواصل مثلا في اشتراك في دورات علمية أنشطة طيبة تحفيظ قرآن النساء في مدارس النسائية القرآنية والمراكز المنتدى النوادي الخيرية وهذا ترى فيه يعني حفظ الناس من الأبار المسمومة ومن التعرض للأجواء للأجواء الفجور فضائيات هابطة مجلات ماجنة يعني وسائل مفسدة كم سيجني الدال على الخير من الأجر كذلك نرى أن بعض الدعاة إلى الله يحتسبون في أوقات الإجازات فتكثر جولاتهم وتكثر أنشطتهم وفيه تضحية صحيح قد يصحب معه وأهله في أشياء لكن لا ينسى الناس أيضا الناس يحتاجون إلى استفتاءات حتى في مواقع الأسفار والإجازات والسياحة يحتاجون إلى إقامة الصلاة في تلك الأماكن والتشجيع على الخير يحتاجون إلى من يصحح لهم أخطاءهم أن ينبههم على منكراتهم قد يحدث في الأماكن من تبرج النساء أحيانا من بعض المناشط التي تكون فيها سياحة لكن فيها فساد فيجب الوقوف يعني في وجهها والنصح أصحابها والقائمين عليها شارك يا أخي لازم يكون هناك مشاركة كذلك إنما يكون الشباب هؤلاء الصغار الذين أشرت إليهم فتية آمنوا بربهم يزيدهم الله هدى فيقبلون على الحق وقد يكونون أرسخ فيه من بعض الشيوخ الذين مردوا على الباطل ولذلك نجد يعني الصحابة نظر الله عليه في بداية الأمر كان أكثرهم شبابا أكثر الصحابة الذين اتقعكوا بالدعوة كانوا شبابا في المرحلة المكية فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ذرية من قومه يعني إيش صغار شباب في مقتبل العمر إذن هؤلاء هم رواد وطليعة ومستقبل الدعوة فيجب إنبغي العناية بهم